إنه دواء للقلوب الشفاء في وقت الاستيقاظ وفي الصباح وفي المساء وحينما يتناول الإنسان الأكل والشرب وحينما يلبس ثيابه فكما أن الإنسان في البيت يكون وقته كله وفي كل حالاته مرتبطا بالله تبارك وتعالى كذلك حينما يخرج من بيته عليه أن يستعين بالله عز وجل وأن يتوكر على الله تبارك وتعالى حتى يبارك في خروجه أيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنساء وابن ماجا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه هذا الحديث يبين لنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته بنفسية المتوكلة على الله تبارك وتعالى حق توكله وبطبيعة الإنسان حينما يكون الإنسان خارج البيت لا شك أنه معرض لكثير من الأشياء فلابد أن يبدأ الإنسان الخطوة الأولى خارج البيت أن يبدأها وهو متوكل على الله عز وجل ويستعيذ به من كل المواقف التي يمكنه أن يغضب الله تعالى عليها فيه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل يا ربي أنا لا أضل الناس وأيضا يا ربي إعصمني فلا يضلني أحد يا ربي أنا لا أضل الناس وإنما أهدهم إلى سواء السبيل ونفس الشيء يا ربي إعصمني من أن يمارس علي بعض الناس ضغوطا فيضلونني ويخرجونني عن سواء السبيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي عصمه الله عز وجل ومع ذلك يقول هذا الدعاء فكيف بنا نحن لا شك أننا أحوج إلى هذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل قد يزل الإنسان وقد يخطأ وقد ينزلق وينجرف نحو بعض المعاصي والانحرافات يا ربي أعوذ بك وأرجو إليك وأهرب بك وأطلب منك وأرغبك يا الله يا ربي لا نزلق ولا أخرج عن سواء السبيل ثم أيضا لا تجعلني يا ربي فريسة عند الناس الذين يدفعونني إلى الإنزلاق والخروج عن منهجك القويم وصراتك المستقيم ثم وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة والظلم لا يقبل الإنسان أن يكون ظالما كما أنه لا يقبل أن يكون مظلوما لأن الظلم حينما يقع الإنسان يشعر بضعف ويشعر بمهانة ويشعر بمرارة شديدة يا ربي لا تجعلني ظالما فأكون من الهالكين ولا تجعلني مظلوما فأكون من الذين يشعرون بهذه النفسية المتوترة يا ربي أنت الذي تعينني على أن لا أظلم ولا أظلم ولا يظلمني أحد ثم وأعوذ بك يا ربي أجهل أن أجهل أو يجهل علي يعني قد يجهل الإنسان وقد يخالف العلم ويخالف الصواب يا ربي اعصمني من أن أجهل ثم يا رب لا تجعلني ألتقي مع شخص جاهل يجهل علي ويعتدي علي انظر إلى هذا الدعاء العظيم جمع كل الخيرات بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي فالإنسان يخرج من بيته بإذن الله عز وجل بهذا الدعاء فيكون محفوظا بإذن الله سبارك وتعالى وأيضا أخرج الإمام أبو داود والترمذي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته باسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديتا وكفيتا ووقيتا وتنحى عنه الشيطان كلمات معدودات تجعلك إن شاء الله تعالى بإذنه تبارك وتعالى مكفيا ومهديا ويقيق الله عز وجل من كل الشرور ويتنحى عنك الشيطان ولا يلجي الشيطان في طريقك في ذلك اليوم حينما تخرج من منزلك ماذا تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نكررها بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمات بسيطات خفيفات معدودات لكن يقال لك حينما تقولها هديتا وكفيتا ووقيتا وتنحى عنك الشيطان وزاد الإمام أبو داود في روايته يعني زاد زيادة لطيفة جدا قال فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا يعني ماذا تطمع أن تأخذ من هذا الإنسان الذي قال هذا الدعاء فكفاه الله تعالى وهده ووقاه ابحث لك عن شخص آخر لمطمع لك في هذا الشخص يعني الله تعالى قد كفاه وهداه ووقاه وجاء في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله تصوروا معي شخصا تكون حياته بهذا المعنى ويعيش مع هذا الدعاء لا يردده فقط بلسانه وإنما يعيش مع هذا الدعاء كيف يكون حالك حينما تدخل إلى منزلك وتقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وتقول لأهلك السلام عليكم ورحمة الله لا شك أن هذا البيت سيكون معمورا بالنور والبركة والإيمان والخير والطمأنين بإذن الله عز وجل لأنه بيت يذكر فيه اسم الله تعالى في النوم وفي اليقظة وفي الليل وفي الصباح والبساء وفي الأكل والشرب وعند لبس الثياب وعند الدخول بيت بإذن الله تعالى محفوظ ومؤمن لا تدخله الشياطين ولا يلجه الشيطان وإنما بيت بإذن الله تعالى معمور بالملائكة وحب ذا وما أجمل أن يخرج الإنسان أول ما يخرج في اليوم أن يخرج قاصدا بيت الله عز وجل ليصلي فيه ركعات لله عز وجل وحينما تخرج من بيتك قاصدا المسجد ثبت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يردد دعاء عظيما هذا الدعاء كله نور دعاء نور على نور جاء في صحي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما ذكر حديثا يتحدث فيه عن تهجد النبي صلى الله عليه وسلم قال فأذن المؤذن أي لصلاة الصبح فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول لما يخرج الإنسان من بيته إلى المسجد يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطيني نورا يعني يعيش الإنسان في النور لما يعيش مع الله عز وجل والذي يغيب عن هذه المعاني لا شك المسكين غارق في الظلمات فتعالوا بنا جميعا ننتشل عباد الله تعالى من هذه الظلمات وندخلهم في نور الله عز وجل تخرج من بيتك يا سيدي وتقول هذا الدعاء يا رب اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا فأنت تعيش في نور الله عز وجل لما تردد هذه الكلمات تشعر بلطف الله تعالى معك وتبدو لك الحياة كلها أمل كلها سعادة كلها أفاق كلها أمال تشعر بأنك قريب من الله عز وجل وأنك ملتف في نور الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره ما يشاء ويضرب الله الأمثار للناس الله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات بعدما ذكر الله نور السماوات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كأن الإنسان ينتقل من بيته ذاكرا لله عز وجل ويمشي في نور ويدخل إلى بيوت الله حيث يوجد النور الحقيقي لا شك أننا لو قمنا بهذا العمل وحفظنا على هذه الأذكار وهذه الأدعية حينما نخرج من بيوتنا ونبقى دائما في صلة مع الله تبارك وتعالى أكيد أكيد سيوفقنا الله تبارك وتعالى في كل أعمالنا لكن لما يخرج الإنسان وقد تخاصم مع زوجته أو مع أهله ويخرج في صخب وقد يخرج باليمنى أو باليسرى ليس عنده مشكل لا يفكر في أي شيء قد يخرج وهو لا يبالي قد يخرج وهو لم يصلي صلاة الصبح أصلا يخرج في غم وهم ويخرج في ظلمات قد لا يراها لكنه يعيشها في عمق عمق نفسه لا لابد أن نعيش كما كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الحياة الطيبة فعلينا أن نقتد بنبينا عليه الصلاة والسلام ونعيش في هذا الدعاء الذي يعتبر نور ويعتبر شفاء ويعتبر دواء لكل هم وغم لما تتوجه إلى الله بالدعاء مهما كانت حاجتك ومهما كان ألمك ومرضك فإنك تشعر بسعادة عظيمة وبأنك قريب من الله تعالى الذي يكشف الظر ويكشف السوء والذي ينفعك حق النفع والذي لا يستطيع أحد أن يذرك إذا عصمك الله عز وجل من ذلك الشخص أو من ذلك المخلوق وكان عليه الصلاة والسلام أيضا ثبت عنه أنه كان إذا خرج إلى الصلاة قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا فإني لم أخرجه أشران ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن تعيدني من النار وأن تدخلني الجنة لاحظوا معي كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه يعني هو ذاهب إلى الصلاة ومع ذلك يطلب الله تعالى أن يبعده من النار وإدخله الجنة يا رسول الله أنت ستذهب للصلاة وتصلي بالناس إماما وأنت رسول الله ينزل عليك الوحي فتبلغه لكن مع ذلك ترك لنا هذه الأدعية لنا نحن لأنه يحبنا عليه الصلاة والسلام ترك لنا هذه الأدوية وهذا الشفاء العظيم الذي إذا ما اتبعنا وصفته لا شك أننا سيشفل الله عز وجل من كل الأدواء المادية والمعنوية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء المبارك بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا فإن لم أخرجه كبرا ولا افتخارا ولا عجبا ولا سمعة خرجت يا ربي ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك يا الله أن تعيذني من النار وأن تدخلني الجنة وأي أجر أعظم وأي مكانة أعظم من أن يعيذنا الله تعالى من النار وأن يدخلنا الجنة نسألك يا الله أن تعيذنا من النار يا ربي نسألك بحق السائلين عليك يا ربي نسألك بحق السائلين عليك أن تدخلنا الجنة وأن تبعدنا عن النار يا ربي نسألك أن تغفر لنا في هذه الليلة يا أرحم الراحمين يا ربي نقبل عليك وذنوبنا كثيرة ومعاصينا كثيرة لكن طمعنا في رحمتك وفضلك يا الله يا ربي أدخلنا جنتك يا ربي أجرنا من نارك يا ربي نسألك أن تعتق أجسامنا من النار يا ربي اجعلنا من عتاق النار يا رب اعتقنا من النار يا رب ادخلنا الجنة يا الله برحمتك يا رب ان اعمالنا قليلة ولكن رحمتك كثيرة فارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين وادخلنا الجنة بسلام امين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المنصلين والحمد لله رب العالمين عيش بالدعاء انه دواء للقلوب شفاء وللروح هنى عيش بالدعاء انه دواء